الآية الأولى التي تتنبأ عن أرض زبلون وأرض نفتلين هي نبوة موجودة في الإصحاح التاسع من الشعياء أول ثلاث آيات يتنبأ النبي الشعياء وهو في العصر الدهبي في أيام حزقية عن مجيء مملكة آشور هذه المملكة مملكة آشور ستأخذ الأصباط الإسرائيل العشر الأصباط الشمالية إلى السبي الأشور وفعلا تم سنة 722 قبل الميلاد وهذه النبوة تمت في مجيء المسيح لما الملاك بشر القديسة مريم العذراء في الناصرة بأعظم بشارة هي تاب على نفس الأرض الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله تتميم هذه النبوة أكتر هي في منطقة كفر نحوم في إنجيل متى الإصحاح الرابع البشير متى بيقتبس بالزبط نفس الآيات طريق البحر فيا مارس هذا الطريق اللي بيربط أرض ما بين النهرين أشور قديما أو العراق اليوم إلى مصر وكان بيمر بأرض فلسطين اللي هي فيا مارس طريق البحر وهذا الطريق بالزبط بيمشي جنب كفر نحوم واحدة من أسماء كفر نحوم تلحوم أو تخوم اللي هي كانت حدود بين الجليل وبين الجلان وهي عند بحيرة طبرية يعني نبوة بالزبط في جليل الأمم وفي جليل اليهود اللي هي كفر نحوم فبقول في هذه النبوة الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور فإذن هاي الأصباط اللي شافت الظلمة والسبي وطبعا تعيش في السبي والضرب والبهدل هي هاي الأصباط اللي شافت نور المسيح ولسيما خدمة خدمة نور المسيح في منطقة كفر نحوم وحاول بحيرة طبرية كان بمثابة إعلانات لنوره العجيب فهذا هو التفسير أرض زبلون وأرض نفتالي ترجمة نانسي قنقر